صدرت محكمة في صنعاء حكماً بملاحقة وإلقاء القبض القهري على عشرة من أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي الحكم صدر بناءً على اتهامهم بقتل المغترب اليمني عبد الملك السنباني قبل عامين وجاء في تعميم المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء الذي صدر يوم أمس الأربعاء أنه يجب القبض على الأفراد العشرة من مجلس الانتقالي الجنوبي المتهمين بجريمة اختطاف وتعذيب وقتل المواطن المغترب عبد الملك أنور أحمد السنباني وتم توجيه التعميم إلى وزارة الداخلية التابعة لصنعاء للقبض على المشتبه بهم حيثما يتم العثور عليهم وتم تسمية المتهمين العشرة في التعميم على النحو التال واثد عبد الحكيم عبد أحمد الطالبي الملقب بحكيم الماليشي اثنان محمد طه عبد شقير ثلاث فاروق علي أحمد سعيد الكالولي أربع سعيد أحمد علي زهير المشولي خمس فهمي عبد راشد عبد الشبيقي ست بشر محمد سويد عبد الله سبع يونس سيف محمد علي شرجبي ثماني حاميم طه راشد الكالولي تسع عباد عباسهاجي الجرنوتي الملقب بألي الصبيحي عشر جلال عواض عبد الله السويسي تم توجيه التهمة للمتهمين بقتل عبد الملك أنور أحمد السنباني وقد تم إصدار الحكم لملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم بشكل قهري ترجمة نانسي قنقر